بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الثالث الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر أحمد محروس ان شاء الله سوف نقوم بشرح وحل تدريبات كتاب المعاصر في اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الأول تبقى لأحدث تعديلات كتاب الوزارة للعام الدراسي عشرين أربعة وعشرين هنبدأ ان شاء الله يونت وان الوحدة الأولى بعنوان اي فيل حبي أنا أشعر بالسعادة اوكي لسن وان الدرس الأولاني تعالوا كده نشوف ان يوفو كاب الكلمات الجديدة الدرس الأول بتكلم عن التعبيرات الشخصية لن باجي أعبر عن شعور أنا حاسس بي اي فيل أنا أشعر اي فيل أنا أشعر وبعد كده بجيب الشعور اللي أنا حاسس بي لو أنا أشعر ان أنا عدشان يبقى بمعنى عدشان ونخلي بالنا ان هنا بمعنى عدشان اوكي لو شلنا حرف الاس هنا تبقى برقم 30 أنا أشعر بالحماس عندي هنا excited بمعنى متحمس excited excited سعيد happy 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 اوكي جائع hungry 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 متعب او مرهق tired tired اوكي حزين sad sad equals بتساوي unhappy unhappy احنا اخذنا هنا فوق سعيد بمعنى happy اوكي لكن عندما نضيف البادئة un prefix بادئة un تأتي قبل الكلمة تعطيني عكس المعنى يبقى عندي هنا unhappy غير سعيد اوكي بتساوي بتساوي sad sad حزين unhappy غير سعيد غاضب angry 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 اوكي extra vocabulary كلمات اضافية حار او ساخن hot hot عطوف او طيب kind kind يأكل eat eat يجد find find ينظف clean clean مطبخ kitchen 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 يساعد help help غرفة المعيشة living room living room اوكي تعالوا بنا بقى انا هاقرأ الجملة ونصف الشعور وانتو قولوا ورايا i feel happy انا اشعر بالسعد اوكي اولي الله ورايا i feel happy i feel happy i feel excited i feel excited انا اشعر بالحماس i feel hungry انا اشعر بالقوة i feel hungry i feel hungry i feel thirsty انا اشعر بالعطش i feel thirsty i feel thirsty اوكي i feel angry انا اشعر بالغضب i feel angry i feel angry i feel sad انا اشعر بالحزن i feel sad i feel sad i feel tired انا اشعر بالتعب i feel tired ننتقل بعد ذلك وهنا نص الاستماع listen and read استمع ويقرأ قبل ما هنقرأ تعالوا بينا نسمع الأول i feel happy today how do you feel hannah i feel excited daddy is coming home soon how do you feel yosef it's hot i feel thirsty me too and i feel hungry let's go to the kitchen to have something to eat اوكي تعالوا بقى كده نقرأ ونترجم مع بعض زي ما احنا شايفين في الصورة كده هنا بعض الأصدقاء واقفين مع بعض وبيتكلموا number one i feel happy today انا اشعر بالسعادة اليوم how do you feel هنا كيف تشعرين يا هنة ميلي بيتكلم ده هنا يوسف بيكلم هنا بيقول لها i feel happy today انا اشعر بالسعادة اليوم how do you feel هنا كيف تشعرين يا هنة يبقى انا عندي هنا لما اجي اسأل شخص ما عن الشعور الذي يشعر به باسأله how do you feel كيف تشعر how do you feel هترد هنا على يوسف هتقول له ايه i feel excited انا اشعر بالحماس او ان هي متحمسة daddy is coming home soon والدي اللي هو الاب سيأتي الى المنزل قريبا soon بمعنى قريبا how do you feel يوسف كيف تشعر يا يوسف it's hot الجو هار i feel thirsty اشعر بالعطش هننزل تحت بها هنا me too وانا ايضا and i feel hungry وانا اشعر بالجوع اوكي let's go to the kitchen هنا هنا بتقولهم تعالوا بنا هيا بنا نذهب للمطبخ لبقى to have something to eat لنجد شيء ما لنأكله اوكي هننزل تحت كده هنلاقي هنا في سؤالين او السؤال محلول number one how does yousif feel كيف يشعر يوسف 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 يشعر بالعطش اوكي number two how does هنه feel كيف تشعر هنه هي هنه كانت تشعر بايه تعالوا نشوفها فوق كده هنا هنه بتقول i feel excited اشعر انني متحمسة طب لما نيجي نجاوب هنا هنا اللي بتتكلم عن نفسها لكن تحت هنكتب طبعا هنا مفرد مؤنث هتاخد شيء هي لانها بنت اوكي تعالوا نشوف كده هنكتب ايه هنا تشعر بالحمس اوكي طب احنا اللي هي مصدر هنا حطينا مع الفعل بمعنى يشعر وفي السؤال ما كانش فيه كان جاي هنا في المصدر لان هنا زمن المضارع البسيط مع المفرد والجامع بدون اي اضافات هنا هنا مفرد ولا جامع هنا بنت شيء مفرد مؤنث بنضيف مع المفرد لكن هنا طبعا في السؤال جبنا الفعل بدون اي اضافات لاننا بسأل عن المفرد بdoes اوكي وبسأل عن الجامع بdo وسواء عندي do او بنجيب الفعل infinitive يعني infinitive يعني مصدر الفعل بدون اي اضافات اوكي ننتقل بعد ذلك listen and read استمع وقرأ اوكي قبل ما نقرأ تعالوا بين الاول نسمع المحاتسة بين هانا وممتها امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم I can help you, and so can Hearni. We can clean the kitchen. Are you sure? Yes, it's good to help you. Now I'm very happy. Thank you. You are very kind children. How do you feel? How do you feel? كيف تشعورين يا أمي؟ فردت عليها الأم. I feel unhappy and tired. أشعر أنني غير سعيدة ومتعبة. Unhappy غير سعيد. بتساوي كلمة ساد حزين. Tired متعب. ردت عليها هانا. Why؟ لماذا؟ إيه السبب؟ ردت عليها الأم لأن لدي الكثير من الأشياء لكي أفعلها ويجب أن أنظف المطبخ ردت عليها هنا أستطيع مساعدتك ويستطيع هاني أيضا أنا وهاني هنساعدك يا ماما يمكننا تنظيف المطبخ ردت عليهم الأم هل أنت متأكدة؟ هيتلا هنا نعم إنه من الجيد مساعدتك ردت عليها الأم هيتلاقي أنا سعيدة جدا شكرا لكم أنتم أطفال لطفاء جدا أوكي هننزل تحت كده هنا طبعا الأم وهنا هاني أند هانا أوكي هاني أند هانا هانا أوهانا في المنزل فين بقى living room اللي هي غرفة المعيشة يتحدثون إلى الأم mommy feels unhappy and tired الأم تشعر بالحزن أو بعدم السعادة والتعب هنة and هاني can help her هنة وهاني يستطيعون أن يساعدوها they can't clean the kitchen يمكنهم تنظيف المطبخ now الآن mommy is very happy الأم سعيدة جدا أوكي نيجي بعد كده هنا اختبار كصير جدا على الكلمات هننقرأ ونختار الكلمة الصحيحة مما بين الأكواس number one I happy today أنا إيه كده بالسعادة اليوم I eat happy أنا أأكل سعادة I feel happy أنا أشعر بالسعادة I go happy أنا أذهب سعادة طبعا إحنا خدناها I feel happy أنا أشعر بالسعادة number two I feel thirsty الجو ماله كده I feel thirsty أشعر بالعطش it's happy بمعنى سعيد it's hot حار أو ساخن it's cold بمعنى بارد هنا بيقول لي I feel thirsty أشعر بالعطش يبقى كده الجو ماله hot بمعنى حار أو ساخن number three do you feel I feel tired إحنا اتفقنا إن أهم سؤال عند هنا في الدرس الأولاني كيف تشعر كيف تشعر who do you feel where do you feel how do you feel أنا عندي هنا who كلمة استفهام باسأل بيها عن الشخص العاقل where أين باسأل بيها عن المكان how باسأل بيها عن الكيفية أو الحال يبقى أنا عندي الإجابة الصحيحة how do you feel السؤال ده مهم جدا نحفظه كيف تشعر how do you feel أوكي number four I feel أنا أشعر إيه كده let's have something to eat هيا بنا نحضر شيء ما لنأكله يبقى أنا مالي I feel hungry أشعر بالجوع I feel sad أشعر بالحزن I feel thirsty أشعر بالعطش هنا هو عايز يأكل يبقى أكيد ماله أكيد جوعان I feel hungry أنا أشعر بالجوع أوكي number five daddy is coming home أبي سيأتي إلى المنزل I feel أنا أشعر sad بالحزن angry أشعر أن أنا غضبان excited بمعنى متحمس يبقى أنا I feel excited أشعر بالحمال number six I am hungry أنا جوعان عايز يقول وأنا كمان أنا عندي وأنا أيضا اسمها me too وأنا أيضا me too طب يا بصر أعرفها إزاي لذا كان دي اسمها two وهنا two وهنا two هنا me too وأنا أيضا two بمعنى أيضا لكن هنا two number two اللي هو رقم اتنين وهنا two حرف جر أوكي هننزل تحت كده هنا في أغنية sing غني أنا أشغل لكم الأغنية وإنتوا غنوا معاها أوكي are you ready جاهزين أوكي let's sing يلا نغني اشتركوا في القناة we hope you do too asking about feelings لما أجي أسأل عن المشاعر أو السؤال عن المشاعر how do you feel كيف تشعر how do you feel أوكي طب لما أجي أجاوب على السؤال ده بجاوب إزاي بقول I feel أنا أشعر وبعد كده بجيب الصفة اللي أنا بشعر بها لو أنا حران I feel hot أنا جوعان I feel hungry أنا عطشان I feel thirsty أوكي هنا الولد بيسألها how do you feel كيف تشعرين I feel angry ردت عليه قالت له أشعر بالغضب I feel angry أوكي طب ننزل بعد كده هنا علامة التعجب the exclamation point علامة التعجب بنستخدمها إمتى عند التعبير عن شعور قوي مناء على طريقة تعبيرك عنه يعني إيه الكلام ده what a nice flower يا لها من وردة لطيفة أو جميلة يبقى أنا هنا بتعجب من جمال الوردة في الآخر بنحط علامة تعجب I am very excited أنا متحمس جدا أوكي هنا طبعا very بمعنى جدا تأتي قبل الصفة لتقوية الشعور I am very excited أنا متحمس جدا I feel very angry أشعر بغضب شديد أوكي هننزل تحت هنا read and complete هنكرأ ونكمل الجملتين بالكلمات الموجودة فوق عندي hungry بمعنى جوعان you أنت أو أنتم هنا ضمير مخاطب feel بمعنى يشعر how do you طبعا المفروض نكون حفظناها how do you feel كيف تشعر how do you feel كيف تشعر I feel أشعر بالإيه hungry بالجوع I feel hungry أشعر بالجوع number two هنا طبعا punctuation marks هنا علامات الترقيم هنقرأ الجملة ونشوف هنحط question mark علامة تفهم false top نقطة or أو exclamation point أو علامة تعجب number one let's go to the kitchen هيا بنا نذهب إلى المطبخ هل هنا الجملة دي جملة استفهمية سؤال أو جملة خبرية أو جملة تعجب بقول هيا بنا نذهب إلى المطبخ يبقى هنا جملة خبرية هنحط في الآخر false top number two it's hot I'll go hard كذلك هنا جملة خبرية في الآخر false top number three how do you feel هنا سؤال كيف تشعر how do you feel كيف تشعر يبقى احنا هنحط في الآخر question mark علامة استفهم number four I am very excited أنا متحمس جدا هنا بعبر عن شعور قوي يبقى في الآخر بنحط علامة تعجب أوكي تعالوا بنا نحل التدريبات مع بعض number one read and fill in the gaps اقرأ واملأ الفراغات عايزين نكمل الفراغات دي بالكلمات الموجودة عنده هنا فوق to بمعنى أيضا kitchen مطبخ feel بمعنى يشعر هنا الحوار بين هاني وبين مهة هاني بيسأل مهة بيقول لها how do you مهة عايز يقول لها كيف تشعرين يا مهة يبقى الإجابة الصحيحة how do you feel أوكي هترد ما هعلي I feel hungry أشعر بالجوع let's go to the space مسافة to eat هيا بنا نذهب لإيه كده لكي نأكل أكيد هنذهب إلى المطبخ مطبخ kitchen أوكي number two read and choose the correct answer هنقرأ ونختار الإجابة الصحيحة number one I my mommy in the kitchen أنا أي كده مع منتي في المطبخ do بمعنى يفعل help بمعنى يساعد make بمعنى يصنع يبقى أنا أكيد أنا أساعد monty في المطبخ يساعد help I help أنا أساعد number two it's to help mommy it's bad من السيء أن نساعد it's good من الجيد it's unhappy إنه غير سعيد it's good to help mommy من الجيد مساعدة والدتي number three do you feel كيف تشعر I feel tired أشعر بالتعب إحنا جاوبنا السؤال ده أكتر من مرة how do you feel كيف تشعر number four they are cleaning there هم ينظفون ينظفوا إيه كده at home في المنزل إيه هو المكان الموجود في المنزل اللي إحنا هننظفه classroom حجرة الدراسة اللي هو الفصل play ground الملعب living room حجرة المعيشة they are cleaning their living room at home هم ينظفون حجرة معيشاتهم في المنزل number three look and answer number one how do you feel كيف تشعر I feel تعالوا كده نبص على الولد ده الولد ده ماله يشعر بالإيه يشعر بالسعادة I feel happy أشعر بالسعادة number two how do you feel كيف تشعر هنا الولد في أكله يبه هو إيه جوعان جوعان hungry I feel hungry أشعر بالجوع أكبر number four read order and write أكره رتب أكتب أوكي تعالوا كده هنرتب الكلمات الموجودة عند هنا لكي نحصل على جملة صحيحة أوكي طبعا أنا ببدأ هنا بالفاعل they home they can clean the kitchen they can clean the kitchen يمكنهم تنظيف المطبخ أوكي number two honey and hana honey وهنا فين بقى are at home في المنزل honey and hana are at home honey وهنا في المنزل أوكي number five read and complete the text with words from the box أكرأ وأكمل النص بالكلمات من المربع happy بمعنى سعيل playground ملعب أو فناء أو حوش clean ينظف magid and noor are in the kitchen magid ونور موجودين في موجودين في المطبخ they space مسافة the kitchen طب هما هيعملوا في المطبخ happy سعداء playground ملعب clean ينظف يبقى هما بينظفوا المطبخ ينظف clean أوكي they help their mommy هم يساعدون والدتهم mommy is very الأم طبعا هتكون happy سعيدة أوكي number six look read and complete and complete انظر اقرأ اكمل انا عندي هنا feel بمعنى يشعر help يساعد clean ينظف number one they space مسافة the kitchen هما بيعملوا في المطبخ feel يشعر help يساعد clean ينظف أكيد طبعا clean بمعنى ينظف they clean the kitchen هم ينظفون المطبخ number two i my mommy هنا البنت بتعمل ايه بتساعد مامتها يبقى انا اساعد i help اوكي number seven read and match هنقرأ ونوصل number one how do how do you feel كيف تشعر اوكي i help انا اساعد انا اساعد من i help my mommy انا اساعد number three let's have something to eat هيا نحضر شيء ما لنا اكله اوكي number eight هنا عايز اكتب جملة اسفل كل صورة اوكي number one الولد دمالو بص علي كده متعب تمام طب عايز اقول انا اشعر بالتعب i feel tired انا اشعر بالتعب اوكي number two طب هنا الولد مالو هنا الولد غاضب غاضب angry i feel angry اشعر بالغضب اوكي number nine هنا سؤال punctuation اللي هو علامات التركيم اوكي اتفقنا ان اول حرف في بداية الجملة حرف capital حرف بير اوكي طب هنا very happy هنا جملة خبرية ولا جملة استفامية ولا هنا بيعبر عن شعور قوي هنا بيعبر عن شعور قوي يبقى احنا هنا في الاخر بنحط علامة تعجب اوكي تعالوا نكتبها mommy is very happy الام سعيدة جدا اوكي يبقى اول حرف بداية الجملة حرف capital حرف كبير وهنا بيعبر عن شعور قوي يبقى في الاخر علامة تعجب اوكي وبكده نكون انتهينا من شرح وحل تدريبات الدرس الاول لو استفدتم من الفيديو تشجيعا لنا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وكلمة طيبة منكم في التعليقات تساعد على نشر الفيديو لكي يستفيد الجميع see you next time good bye good bye